اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاتفاق على شخصية سنية واحدة مرفقة بالانتقادات اللاذعة وتحميل المسؤولية لنواب تقدم بالتحديد لعرقلتهم بسير الجلسة وتحويلها الى حلبة ملاكمة مثل ما وصفها ابو مازم وبهذا الصدد علق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر بان ما حصل يوم امس هو نموذج فوضوي في حين طالب تحالف عزم تدخر المحكمة الاقتحادية وتحديد موعد جلسة اخرى خلال يومين عامل مرشح محمود المشهداني فاثار موضوع لم تعرف خيوطة بعد عندما نزل تغريدة يقول بيها لن ارضخ للضغوط والمغريات معلن ان تمسكه بالترشيح بس ما عرفنا من اي طرف هذه الضغوط ومن اللي قدم المغريات ارحب بيكم في حلقة الليلة وارحب بضيوب في الاستاذ ورأس المشهداني السياسي المستقل والاستاذ مخلط حازم الباحث في الشيان السياسي ومن المفترض ان ينضم لي الاستاذ محمد الشمري النابع عن دولة القانون حياكم الله اهلا وسلم بكم حياك الله استاذ ورأس المخلط حياك الله ومساك الله الخير الله الخير والعافية بارح انتهت الجلسة اليوم شفنا عشاير هدادة دقات عشاير ويتواعدون احمد الجبوري ومثلنا السامر راي القصة قاعد تكبر شوي شوي لو طبيعية القصة لحد هذه اللحظة بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والاستاذ وابناتكم الكريمة يعني هو حتى العشاير قامت متعرف دورها شنو ما تعرف دورها بالتهدي في الهدى في الدقات العشائرية موضوع الدقات العشائرية انتو جبتونا يا نطيتونا مساحة انو ندخل موضوع الدقات العشائرية والتهديدات والوعي يعني اليوم التهديد حاضرين والنام منكم اليوم التهديد اللي حصل يعني واضح بصورة وصوت من أشخاص تابعين إلى هيبة الحلبوسي هددوا أحمد الجبوري اللي يحمل حصانة نيابية وهددوا موثلنا سامر راي اللي أيضا يحمل حصانة نيابية وهذا التهديد هو يعني رح يولد فد مشاكل أخرى موضوع حصل داخل قبة البرلمان ما يحصل داخل قبة البرلمان هو مو أعراف برلمانية ولا أحداث غير متفق عليها يعني كل ما حصل داخل مجلس النواب هو متفق عليها من الجهة اللي ولدت المشكلة ومن الجهة اللي يعني اللي شعلت شرارات الأزمة زين أكو جولتين كانت قبل الجولة الثالثة يعني لو كان أكو فد تحرك نيابي حقيقي ونائب يعرف دوره ولو رئيس المجلس ضابط الجلسة بسحب التليفونات من النواب قبل دخولهم للمجلس ما صار هذا اللي صار لأنه قبل الجولة الثالثة أجل الأردر واني نزلتهم بتغريده وقلت معلومة زين سيحصل يعني حدث ربما يولد إلى المشاجرة والمستهدف من هذه المشاجرة سالم العيساوي لكن هدوء سالم وسلم سالم داخل مجلس النواب هو أنطى يعني حراك آخر أنه يقتربون من المناس صحة تصير المشكلة اللي صارت زين النواب تقدم هم دخله ومفتعلين للمشكلة ويتحدثون بالأغلبية هذه مو أغلبية هذه مو لغة أغلبية ولا حراك أغلبية ولا حراك نواب يعرفون أدوارهم داخل قبة البرلمان ونواب ممكن ممثلين لمحافظة اللي هم يتحدثون في محافظة الأنبار وممثلين لشعب اللي هو شعب العراقي بكل أضياته ليش يصنعون هم وهذه القصة يعني ليش أستاذ محمد أنا اليوم من يريوح مني المنصب لازم أكو شيء مقابيلة يعني جلسة ثلاثية مثلث برمودة السياسي اللي قاعد قبل الجلسة محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي ونور المالكي أبو أسرا كان أكو اتفاق ما ظهر للعلن زين شنو كان الاتفاق الاتفاق أنه أنه نحن هسا النصوص الدستورية والأعراف القانونية والمخالفات القانونية غادرناها أحسنا دخلنا في محطة الأعراف السياسية يعني اليوم هذا المنصب اليوم شغرة محسن المندلاوي ما محتاجين إذا تكون أكو إرادة حقيقية من الأغلبية النيابية يقول لك ما محتاجين أن يكون شخصية أخرى رئيس هو هذا مدعوهم الناس وقمددوا وتجلسة يعني ماكو شيء ما سوو أكو اتفاق حصل أنه أنا رح أسلم رئاسة مجلس النواب وأنا الكتلة السنية صاحب الأغلبية النيابية زين حزب تقدم حزب الله في الأرض هذا الحزب لازم آني من أسلم حزب الله في الأرض لازم أسلم أي يعني صار هو يعني ما عرف يريدون يقودون المكون السني داخل العراق أو في الشرق الأوسط فمدى نفتهم يعني فهذا المنصب غاب مني بقرار من المحكمة الاتحادية مقابل هذا المنصب أنا رح أمرر بما أنه أنت الأغلبية النيابية رح أوافق على تمرير محمود المشهداني محمود المشهداني اللي في الترشيح الأول للسيد الحلبوسي كان محمود الإيراني محمود الطهراني محمود الخامنائي محمود المسلح والتابع على الفصائل المسلحة اليوم محمود المشهداني أصبح الأب الروح للعملية السياسية في البيت السياسي السني من جبهة تقدم فقال له أنا رح أمرر لكن مقابل هذا التمرير أوقعوا لي على ضمانات أنه أنا مقابل رئاسة البرلمان أريد وزارتي اللي هي المقصود منها وزارتي الدفاع والتربية من هو هذا قرار الحلبوسي أكيد أخوه ما نقرأ أنا أخوه ما عرافه الحلبوسي وإياه من اتفاق مع أبو أسراء أو مع محمود المشهداني هاي يعني هو فوق وجود المشهداني يأخذ وزارتي محمود المشهداني مو تابع التقدم أستاذ محمد يعني تابع علم إلا دولة القانون حاصراً مو لأطار التنسيق يعني مرشح المالكي مرشح السيد المالكي زيان محمود المشهداني هو على اللسان يقول لك أنا رئيس والمالك رئيس طبع فيقول لك هذا الاتفاق إذا بنى على أن تكون إليه وزارتي رح أجرد الخصوم السنة الآخرين اللي هم حسم وعزم مزعم من الواردات اللي تجي من هاي الوزارات إذا كانت أكو واردات وأنا أجزم لك أنه أكو واردات بالتالي ما رح يبقى عندي خصم في الدورة الانتخابية المقبلة اللي هي انتخابات مجلس النوار هذا اتفاق صاير هذا اتفاق ما ظهر للعلن أستاذ محمد أحنا خلني نجي نفصلها نقطة نقطة محمود المشهداني بالدورة الأولى محمود تابع إلى ولاية الفقه شون محمود المشهداني اليوم تابع إلى لا هاي ما لها علاقة أولا جماعة بتقدم جماعة بتقدم ما صارت لهم فرصة رشح واحد والواحد ما فاز خلاص ماكو غير محمود المشهداني رحول لا ماكو غير محمود أربعين نابع تمون كتلة عددية ما يدر رشح بعد قانون ما يدر رشح حاولي غير المادة ما يقدر أستاذ محمد هو المطالب بتغيير المادة النشير يريد يطرح مرشح آخر طبعا طيب المحمود المشهداني يعني واحد البديل من وغيره مثلا شنو من وغيره بس طلع للزوبة طلع للزوبة ما كان منافسنا محمد الحلبوسي أقول لك لو ماكو اتفاق على مصلحة المناصب أو اتفاق المناصب ما كان اتجاه باتجاه محمود المشهداني خلينا أنتقل لساد مخلط حياك لساد مخلط هذا الكلام شنو واقعا أو كيش اتفاق بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وتحياتي للأخ وتحياتي للمشاهدين قناة الأيام هناك مغالطات كثيرة اليوم نسمعها في السوشال ميديا نسمعها في الفضائيات هذا يعني أكيد أكو واقع حال وهذا الواقع حال الكثير يعني يحاولون أنه يتجاوز أو القفز عليه زيب نحن شاء من شاء وأبا من أبا اليوم تقدم تمثل الأغلبية السنية في مجلس النواب زيب أما نتكلم عن الأغلبية داخل مجلس النواب ما بين الكتل السياسية الأخرى هذه توافقية بالتالي تقدم برئاسة الحلبوسي هو حاوله وجاهده من أجل المضي بهذه العملية السياسية صار لسنة هو يتعرض إلى ضغوطات سيد الحلبوسي بكثير من الأمور أولها بإقصائها من رئاسة مجلس النواب نحن الموضوع المشكلة بنا ليس بالأخوان بالمكون الشيعي المشكلة بنا نحن بنا يعني بالمكون السني المكون السني اليوم أصبح لديهم إمكانيات أصبح لديهم طاقات أصبح لديهم ماكينات إعلامية فبالتالي يقول لك أنا بالنسبة لي أنا زعيم وكل واحد يطلق اليوم على نفسه زعيم اليوم أكو استحقاق وهذا الاستحقاق هي اللي صارت عليها العملية السياسية شئنا أم أبينا فبالتالي كل العملية السياسية التي منذ 2005 صعودا هي صارت وفق هذه الاستحقاقات وهذه الاستحقاقات هي خارطة سياسية وضعت من قبل جميع الأطراف السنية والشعية والكربية تمام يقول لك المرشح المشهداني مرشح المالكي لماذا لماذا تقدم لم يتنازل عن استحقاقه لم يتنازل أبدا عن استحقاقه كرئيس مجلس النواب لأنه يمثل أغلبية اليوم أنت تعرف والجميع يعرف كيف سارت الأمور حاول تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب المادة 12 ليتيح له الترشيح دعم السيد مشعان الجبوري في الجولة الأولى شعلان الكريم في الجولة الأولى وحصل على 152 مقعد وبالتالي شعلان الكريم هو أيضا انقلب على السيد الحلبوسي وبالتالي انسحبه السيد الحلبوسي لم يكن له مرشح في هذه الجولة لكن هناك أطراف سياسية هناك أقلاء في الإطار التنسيقي اجتمعوا فيما بينهم لغرض المضي بهذه العملية السياسية وتعاطى معهم السيد الحلبوسي برغم كل الضغوط أتثبت لها يعني المشهداني مرشح المالكي أبداً 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 السيد محمود المشهداني السيد محمود المشهداني جميع أعرفه مرشح مرشح عزم ودخل إلى الجولة الأولى كمرشح لعزم وبالتالي عندما تم تهميشه ليس فقط هو هو والسيد السيد خارج العبيدي وسيد محمد عبد الرب والآخر خرجوا من عزم وكونوا كتلة تحت مسمى الصدارة وبالتالي اليوم انفصلوا عن عزم وبالتالي هم لهم كتلة سياسية تمثل طيف من المكون السني داخل البرلمان السيد الحلبوسي أكيد هو يذهب بهذا الاتجاه وهذه هي خيارات يعني لن يتنازل فيها عن استحقاق تقدم لكنه ذهب بهذا الخيار لأجل أنه يمضي بهذه العملية السياسية السيد الحلبوسي لديه شركاء في العملية السياسية لكن غدر الغادرون به في وقت من الأوقات وبالتالي هم اتفقوا معه على صورة معينة ومن ثم اختلفوا معه اليوم المشكلة جميعها في المكون السني وليس في المكون الشيعي هناك استحقاق يجب على الأطراف الأخرى أن تعي حجم هذا الاستحقاق لأننا لا يمكن أن نذهب بالتعاطي مع كتل صغيرة لديها أيضا ماضي قريب وهذا الماضي معروف للجميع فبالتالي لم يفعل الحلبوسي ما فعلوه سابقا وعلى المكون السني أنا من وجهة نظري كوني أحد أبناء هذا المكون أن يجلسوا وأن يعني يفتحوا طاولات حوار وهذه الطاولات تصبح في مصدر المكون وإلا من من يدعي أنه له استحقاق في هذا المنصب خارج السياقات وخارج الأعراف فأنا شنو خارج السياقات سياقات وأعراف هذا متعارف عليه من اللي خارج السياقات رئيس الجمهورية لم يتم انتخابه إلا عن طريق الحزب الديموقراطي الذي يملك أغلبية داخل البرلمان وكذلك سيد رئيس مجلس وزراء لم يتم انتخابه إلا اجتمع عليه جميع الأطراف داخل إطار التنسيق وتم انتخابه فما حدا ما بدأ بالنسبة للمكون السمي أنا سمعت كلام وأريد يعني أفهمه من حضرتك يقولون أنه العيساوي مدعوم من السوداني صحيح هذا الكلام وهذا غرد وبيه مجموعة من المجموعة طبعا غرد دون حمدي وتدخل السلطات صحيح اللي صار اللي صار السوداني دائما اللي صار البارحة بالبرلمان موضوع مطبيعي شلون الموضوع مطبيعي ما هكذا تم الاتفاقات لكن في لحظات قبل الدخول للتصويت تغيرت معالم الجميع وتغيرت تصويت الجميع وتغيرت أفكار الجميع شون يعني هذا التاريخ لدينا أصل الموضوع لدينا شون يعني لا أستطيع غير مخول به بالإعلام أصل الموضوع به وكل ما يتحدثون به الآخرين هو غير صحيح الإعلاق السوداني بالموضوع لا أستطيع أن أجيب لا أستطيع أن أجيب أتحفظ أسمعdec أحمد الشمر سوداني لعلاقة بالعساوي والمالكي لعلاقة بالمشهداني هذا صحيح لا بس السوداني لعلاقة بالمشهداني بس السوداني لعلاقة لو ما لعلاقة ما إلى أي قرار في جلسة يوم أمس ما إلى أي قرار نحن نتحدث بالسوداني لأغلبية النيابية السنية لا لا هذا اللي صرح وبيه تقدم أنه أكو تدخلات من السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية اللي تدخل إلى مجلس النواب المعالي الوزير خالد البتال وزير الصناعة والمعازن تابع إلى حزب تقدم وغادر قبل الجلسة الرجل غادر مكانه والظاهر النائب اللي صرح بتصريح أن السوداني متدخل يعني وصل الأوردر متأخر وما قال لولا أعلموا باسم الشخصية اللي داخل المجلس النواب يعني ما يعرفوا الشخصية من نوبي من حزبه من نوبي من حزبه هو مكون زيب السوداني ما تدخل بموضوع غير أنه جالس الحلبوسي وجالس رئيس المحكمة الاتحادية وجالس رئيس مجلس القضاء الأعلى وجالس الإطار التنسيقي كمكون وبيت سياسي شيعي زيب وقل لهم القرارات اللي رح تتخذوها اتخذوها ومروا بيها لكن لا تكون ليكون المستهدف من هاي القرارات الكابيرنا الوزارية مالتي تمام ليش لأن أنا ممثل حكومة وبالتالي أي استجواب على أي وزير أنا رح أكون موجود داخل مجلس النواب طبعا أنا ما فهمت ساد مخلت يقول صارت شيء كان اتفاق ودخلوا وتغير الوضع كل من عنده عنده رأي وعنده معلومة ويتحفظ بيها يريد يعلمها أنا ما عندي شيء أخاف منه أنا دا أقول لك أنه السوداني ما يدخل أنا ما نخاف أنا ما نقول لك اي احنا ما نخاف أنا ما عندي شيء أخاف منه اي احنا ما نخاف هل تخاف أنا رأيي دا أطرح اي اهدات راح اي طبعا بس المعلومة تكون حقيقية السوداني طبعا حقيقية حقيقية ما تشدر مو ما الفيسبوك لا 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 أنا متشدر أنا متشدر أنا متشدر حقيقي هاي الفيسبوك اي مو ما الفيسبوك الفيسبوك والبيجات لا لا تسمع لي اسمع لي لا تطرق ما الفيسبوك الفيسبوك والبيجات الإعلامية ممولة من أشخاص صوتك شوية نصي أنت تعرف شون صوتك شوية نصي لا متفق علي الصوت. لا متفق عليها. لا لا أنا عربي. نصي نصي. أمر ما جوهدنا. قدامك الناس محترمين قالت، أنا طبعا المحترم. وأعرف الإحترام. دا أقول لك. قدامك ناس محترمين. لا تحلي صوتك لا تحلي صوتك. انت مضيف. أنت بمضيف تعرف ميصل المضيف. أكيد نعرف الأصول. أعرف الأصولية عداها وأعلمها. اللي أكبر من عندك شوي يحترم المقابل. استاذ عزيزي لا شخصني الموضوع. لا 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 ما شخص دفي معلومتي بس لا تعلي صوت قلت انا شون لا تعلي صوتك انا قاعدين هنا استاذ محمد فهم انه اول مرة يطعوياي ففهم انه صوتي عالي استاذ مخلط استاذ محمد عزيزي السوداني رئيس حكومة مركزية زين بعيد كل البعد عن كل ما يحصل من نزاعات ومشاكل سياسية وتحديدا داخل بيتنا البيت السياسي السني زين اخي احنا عدنا استحقاقات استحقاقاتنا بهواردات عدنا فاسدين والحكومة ساقتة عنهم وعدنا انتهازين والحكومة ساقتة عنهم زين بالتالي موضوع تقدم او يعني الجبهة الاخرى لتقدم اذا ما كانوا متفقين هذا مو معنى انه انا اروح اذا فلست محاوراتي ومناوراتي اروح اتهم الطرف الاخر اللي هو الحكومة المركزية زين انا اقول لك المالك اللي متدخل بالموضوع مو السوداني المالك تدخل بدعم المشهدات المالك تدخل في دعم المشهدات اما تقول لي هسا حضرتك ذكرت عشرة مليون دولار خميس الخنجرة مهيئها الى سان العيساوي هذا انا سمعته ما اعرف ايه وتاهوات خلصانة من المعارض ايه هذا اللي يقول كلها مصحوبة من الشارع صحيح هذا الكلار انا بالجلسة الاولى قاعدنا انا وياكو والركابة يمكن ايه قلت لك انه كل تاهو بشيك مرش تهم يتقلب دولار زين هسا هاي بلو هاي 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 الجولة صار بيها هاي مناصب ايه ماكو اموال مناصب ايه انت تقدم هي صاحبة الاغلبية العددية هسا هاي بقابل مناصب لا لا مناصب ايه مناصب وانا ما اخصلك انا ما اتحدث عن خميس الخنجر عذرا زين قبل لا يكون انه انا خاف اذا اتحدث باسم السيادة ايه انا اذا اتحدث بشخصية سالم العيساوي تمام والاتفاق اللي صار علي سالم العيساوي سالم العيساوي مو مرشح تابع الى الاغلبية ويصر اللغط عليها حولها اغلبية وما اغلبية اكو اتفاق سياسي واكو تحارفات سياسية ها اليوم انا اياOFF ايهاكي ببياناتنا مصالح مشتركة تتنازلي وتنازلك زين انت اذا المالك صاحب الاغلبية العددية كدولة قانون في البيت السياسي الشيعي وانت الاغلبية العددية في البيت السياسي الس corinna ياشي خلط أخلاق هاي الفوضى وأنطي توجيه أنه أنه استهدفوا أخلاقوا أزمة داخل مجلس النواب وبالتالي تنتهي الجلسة بدماء وفي مهزة للبيت السياسي السني البيت السياسي السني في جلسة يوم أمس أتعس يوم في هاي الدورة الانتخابية احنا كل دورة انتخابية عدنا تعاسه البارحة أتعس يوم يمر ع الشعب السني بسبب ما حصل البارحة يوم أمس خلو روح لساد محمد الشمري استاذ محمد الشمري حياك الله استاذ محمد تسمعني حياك الله تسمعني استاذ محمد أعطوني صوت أسمعك نعم حياك الله أهلا وسهلا بي آسف تأخرت عليك بس ما كان عندي يعني الاتصال مو تمام عموما لم أسمعك طبعا المشهداني مرشح الحلبوسي لو مرشح مرشح الله مرحبا المشهداني مرشح الحلبوسي لو مرشح المالكي طبعا ماشا يعني قطع قطع ساذ محمد تسمعني قطع لاتصال ساذ محمد تسمعني ساذ محمد لا ترجع إذا أمام مضبط لي آفدوا أي والله يا ريت تمام ساذ مخلد هذه القصة يعني هذه القصة اللي يتحدث عنها أولا ما لا علاقة القصة يمكم أنتو تأكيد وين منك أي تقدم يريد يبثل بالتأكيد في السنة حتى بالشرف الأوسط وحتى مدر وين لا لا أبدا أبدا ما أكو هي تشيء موضوع اليوم باوع منذ سنة يحاولون يحاولون ضغط على الحلبوسي متصورين أنه أقالوا من البرلمان لأجل أنه يضعفوه وبالتالي هو عادة وفي انتخابات مجالس المحافظات وعادة بأعداد من المقاعد في مجالس المحافظات هذه تحسب لتقدمه السيد الحلبوسي الموضوع اليوم لا يمكن إزاحة وإزالة حزب من قبل أطراف سياسية أخرى هذا تاريخ لا يمكن أن تنهي شخصية أو قائد جماهيري لحزب إلا عن طريق جمهوره فبالتالي لديه جمهور لديه مقاعد برلمانية يستطيع أن يتحكم بموضوع الخيارات والاختيارات لأن الطبق السياسي عندما جلسوا وكان في تحالف القيادة مع السيد الخنجر اتفقوا أن 25 نقطة تذهب من السيد الحلبوسي مقابل البرلمان وبالتالي كانت السيادة لديها 25 نقطة وتم أعطاءهم الوزارات اليوم يحاولون القفز على هذا الاستحقاق ويطالبون برئاسة البرلمان وعدم أعطاء الوزارات التي سلمت لهم في قبالة منصب رئاسة البرلمان جلسوا مع السيد رئيس مجلس الوزراء في آخر مرة جمعهم السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مثن السام الرائي وسيد خميس الخنجر وسيد الحلبوسي وسيد الحلبوسي ذكرها على نية سيد رئيس مجلس الوزراء أنا أتخلى عن منصب رئاسة مجلس النواب في قبالة أن ترجعوا لي المناصب الذي أخذتوها استحقاقا قبالة الرئيس المجلسي تغيير وزاري وقلب الدنيا على مدرس الحلبوسي لا مدرس الحلبوسي هذا استحقاقك هذا استحقاقك اليوم أنت رئيس مجلس النواب في قبالة هذا المنصب أطيت ثلاث وزارات إلى شركائك اليوم أنت أخذت ثلاث وزارات وتريد تاخذ رئاس مجلس النواب هذا ما يصير بالعملية السياسية ما يصير يعني ما ترهم اليوم أكو أعراض بالعملية السياسية هاي الدولة هي تندار مو بس إحنا مو بس علينا لا أغير أغير قانون لا أغير وزارات والله مدرس الحلبوسي لا موت رضي الحلبوسي الحلبوسي استحقاقه هذا مترضية مو منة من احد مو منة من احد هذا استحقاقه اليوم اللي جايب معدل ثمانية وتسعين بالاعدادية يروح كليا الطب مو منة من نحد استحقاقه قصد الكلام استحقاقه احنا اليوم نحن باستحقاقه والعملية السياسية البائسة اللي نقول عليه هنا هاي دار الدولة اخوية هاي ممتعنا تروا عليهم الباقين ليش ما تروا عليهم منهم الباقين طبهم مرض كلهم لا لا الباقين هاي العملية السياسية هي استدار احنا كنا مراضين بهذه العملية السياسية وطلعنا وقلنا وحجينا قلنا احنا التحالف الثلاثي كان خطوة للتقدم نحو الامام لانه يغير هاي الخارطة السياسية لذلك هم رفضوا هاي التقدم انت البارحة ما قدرت تمرر مرشحات شنو ما قدرت ما خوفية كان اعظم ما خوفية كان اعظم ما خوفية كان اعظم ما غير نخول نواب لا 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 انت تحت الطاولات صارت رشاوة تحت الطاولات انا ما احط روح اتكلم بالرشاوة شنو فصار يعني وتاهوات لا اكو مواضيع اكبر واعمق من هذا الموضوع اخي يعني اخي يعني ما قاعدة فيه نواب شكو موضوع وصوتوا بعدين راحوا جماعة تقدم خرجوا جلسة ابدين 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 الموضوع مو هاي الصورة هاي الصورة اللي هي ظهرت واضح للأعلام لكن اكو خفايا قبل التصويت طلعت وظهرت وهذه حقائق شنو هي تبتت لا انا مخول ان اقولها ما مخول ان اقولها ما مخول ما مخول ما مخول نعم مؤامرة شنو يعني واتفقوا اياكم وقلوا عليكم لا اقول لك ما مخول ان اقول لكن تقدم كانت ذاهرة باتجاه الاستحقاق وكانت هناك انفاقات وشراكات ليس فقط من السيد المالكي ليس فقط من كثير من الكتال السياسية لكن الدف اندارت والبوصل اندارت بامور اخرى نحن نتكلم باي طريقة باي طريقة اندارة نحن نتكلم استاذ محمد نحن نتكلم اليوم يعني ما نريد احنا نروح بزوايا ضيقة اليوم انا اذا كانت اكو نوايا حسنة بالمكون السني يجلسون ويقول لك يا يتقدم انت لك اربعين مقعد هذا استحقاقك امي تعال انا راح اخذ مجلس النواب من عندك زيان بس الاستحقاقات اللي اخذتهم عندك اياها نرجعهم او يمضون مع السيد الحلبوسي لانه انا لا اتوقع انه اكون امكانية انه سير هاي العملية السياسية بدون استحقاق تقدم وتقدم ممكن ان يلوح بالانسحاب من البرلمان والانسحاب من الحكومة تمام والانسحاب من الحكومة بمعنى ان سوف ندخل في بوضة سياسية وهذا هو الاستحقاق هذا هو الاستحقاق لا 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 نعم أسمعك سيد محمد أسمعك نعم أسمعك البارحة شنو اللي صارعتكم بالبرنامج بالضبط اللي ما افتهمنا احنا البارحة شفناكم تتعاركون بالبرنامج شفناكم صوتوا رجعتوا تعاركتوا بيناتكم وخلصتوا القصة على هاي اللي ما شفنا شنو بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمتابعيكم الحقيقة كان البارحة العقد الجولة الثانية الانتخاب سيد رئيس مجلس النواب بدت الجلسة الثانية بداية طبيعية تنافس اجتاد بين السيد الحلبوسي والسيد العيساوي انتهت الجولة بحصول السيد العيساوي على 158 صوت وحصول السيد المشهداني على 137 صوت هذا الاعداد اللي حصل عليهم الاثنين لم تكن كافية لتأهيلهم لتصدر المجل والفوز برئاسة مجلس النواب العدد المطلوب الحصول عليهم 167 صوت يحسم الامر لم يحصل هذا بدأنا بجلسة ثالثة لحسم الامر الجولة الثالثة الحقيقة بدأت بشد وجذب وتعصب فبدأت إثارة اللغط وإثارة المشاكل بين الأخوة النواب من تقدم مع السيد أحمد الجبوري مع السيد أعتقد كان أكوهم توجه باتجاه سيد مثلا ساما الرأي بدأ النقاش يحتدم وصار صدام بين الأخوان فيه تقدم وسيد أحمد الجبوري وكان قام السيد أحمد الجبوري بالصعود إلى المنصة والتوجه إلى السيد المندلاوي وتدخلت هنا البيشمرق والنواب لفض هذه النزاعات والاجتماكات هذا المختصر المفيد لما جاء هذا كله أنا شايفه وأدري به والناس شافت وتدري به بس ما ندري به مثلا أول بداية البرنامج نطرح موضوع أن المشهداني مرشح المالكي وليس مرشح تقدم والمالكي هو من يدير عملية ترشيح المشهداني شنو علاقة المالكي بالموضوع هذا مو تدخل بشؤون الآخرين مو تقولون البيت السني نحن ما نتدخل به بس وإذا واحد من البيت السني تدخل بقصة يمكم يم الشيعة شان صحته هذا شون يتدخل وشق الصف الشيعي وكذا وكذا وسويته وشكب وراه شلون تروحون تدخلون بشؤونهم نعم 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 كلام كلام سليم كلام سليم كلام سليم اللي حصل إنه الأخوة شوفوا العملية السياسية العراقية برمتها بنيت على أساس اتفاقات وعرف سائد العرف السائد والاتفاق ماذا كان أن يحصل الأخوة الكرد على رئاسة الجمهورية أن يحصل الشيعة على رئاسة الوزراء وأن يحصل الأخوة السنة على رئاسة البرلمان نقطة راسطر هذه انتهينا منها تبقى مسألة تدخل هل هذا منصف هذا أو غير القضية التي حتى تقبلها رجعك إلى قضية انتخاب السيد رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية كانت مسألة خلافية بين البارتي واليكتي الناس بدأت تتسوق السيد ريبوار أحمد وزير داخلية الإقليم الآن وقبل كان تسويق لسيد هوشيار زيباري وبين أن يكون السيد رئيس الجمهورية السابق أن يبقى في مكانه فهذه بدأت مماحكات بين الاثنين وعناد وجولات مفاوضات وشد وجذب الإطار لم يتدخل حيث لكن عندما أخذ الأمر منحة البعد وفراغ دستوري أعطى الإطار مهلة للأخوة الكورد أن أحسموا موضوعكم أو نحسم لا يمكن أن يبقى الفراغ الدستوري ولا يمكن أن تكون العملية بهذه الطريقة زين واقترحنا وأكد أننا اقترحنا نعم شخصية متزنة لكي تحسن مسألة رئيسة الجمهورية ونحن من اقترح السيد عبداللطيف رشيد السيد رئيس الجمهورية الحالي كونه كان مستوزر ومجرب ونظيف وهو بنفس الوقت يتمتع بإلاقة طيبة بين اليكتي والبارتي يعني إلاقة طيبة مع الاثنين هذا مقترح كان وليس أنه عملية نقول نحن جئنا وانتخبنا أو جئنا بفلان أو علا صار حسن لا لا حسن واصني لهذه القصة حالتنا واصني لهذه القصة حالتنا هسن يعني استخدم الورق استخدام سياسي ناجح جدا الآن نفس الشيء حاصل بين الأخوة في الأخوة السنة وأحزابهم وعركاتهم نفس الموضوع يعني هم مرشحين بقى أو هم الحقيقة أربعة لكن الأخوان الباقين ما أصواتهم لا تذكر لكن المرشحين القوين لهذا المنصب السيد المشهداني والسيد العيساوي السيد المشهداني أنا أعتقد كان في نيتا الإنسحاب سيد المحمد بعد الجولة لكن ما حدث مع شيخ شعلان الكريم سيد المحمد بس اسمح لي جعل المشهداني يعود إلى المشهد بقوة المشهداني سيد المحمد ليس مرشح المالكي هذه ساعة دور عليها قل لي إيه أو لا فضل بس قل لي هي هاي برشح المالكي أسمعك فضل أسمعك نعم مرشح المالكي لو مرشح المالكي وش المالكي يتدخل لا هي هاي المرشح الأخوة السنة سيد المشهداني مرشح الأخوة السنة وليس مرشح المالكي سيدي الكريم المالكي لحد الآن أقولها بيكون صراحة وكل وضوح أقوى شخصية مؤثر في المشهد السياسي العراقي هو المالكي ودائما تبدأ الحلول من عنده لكن أنه يرشح شخصية لمنصب سني ما أعتقد لكن يدعم إيه إحنا يعني آني من الناس تقول لي دخلت الانتخابات إيه من دعمت أنا أقول لك دعمت السيد المشهداني ليش دعمت السيد المشهداني؟ لأنه أكو يعني توافق بيننا وبين السيد المشهداني موجود حاصل لهذا السبب أنا أدعمه وأنا انتخبته ومطيته صوتي وأقولها بكل صراحة ومالألف ومع جل احترامي وتقديري للسيد سالم العيساوي شخصية محترمة متزنة نعم وكل الاحترام متقدير لكن هنا أنا رجعت المشهداني هاي ما تشوفها ساد محمد ساد محمد أنت بقبل أيام ندعم الأقرب لنا هذا الباب طلعت وتقدم من الملة وقلت هذا الحلبوسي عنده مشاريع خارجية وعنده ارتباطات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا هسا رجعت وتمتخبون ورشح الحلبوسي يعني ما تشوفونا قصة متناقضة هاي أولا أولا خلأ أقول لك شيء نحن لم نخرج الحلبوسي يعني رجعت أن ركز على هاي نحن لم نخرج الحلبوسي من أخرج الحلبوسي هم الأخوان أهل السنة والذي أقام الدعاوي بإسمه هو من الأخوان السنة وليس نحن من أخرجنا الحلبوسي هذا الباب اثنين محمود المشهداني أنت تقول مرشح الحلبوسي محمود المشهداني ليس هو بمرشح الحلبوسي لكن الواقع الذي فرض على الحلبوسي من خلال إخراج شعلان الكريم جعل التوجه السيد الحلبوسي نحو السيد المشهداني نكاية بالطرف الآخر نكاية بالطرف الآخر الذي عمل على إخراج السيد الحلبوسي من المشهد السياسي يعني القضية بيناتهم أخوان بيناتهم وما كنا نتمنى التصليلات المواصيل يعني أبدا من نتمنىها وقضية أنه نحن أخرجنا الحلبوسي نحن لم نخرج السيد الحلبوسي لا مو أخرجتوها لأخرجت المحكمة الاتحادية أنتوا قبل كم يوم تنتقدونه والحلبوسي ومشاريع الخارجية ولانا حطيه لأيدكم بيده ورايحين تنتقبون مرشحة هستقل لي هذا المشهداني مو مرشحة لا المشهداني مرشح تقدم تقدم بيان صادر من عندهم يقولون هذا مرشحني بعد شنو يعني ما بيهي هستقل لي والله إجه لأنه راح ذاك وما فاز هذا وهذه التفاصيل العريضة الطويلة هي بالتالي بالخلاصة الآن المشهداني مرشح تقدم تقدم أصدر بيان أستاذ أين أستاذ 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 تقدم رشح السيد شعلان الكريم لم يرشح المشهداني لا لا عنده المشهداني موجود بالتصويت الأول لا لا عنده بيان ثاني شعلان الكريم حصل 152 أستاذ سالم الأيساوي 97 و92 لا أستاذ محمد لكو بيان ثاني أكو بيان ثاني رشح بي محمود المشهداني نحن ندعم أين أستاذ يجب أن نفهم العملية القانونية لآلية الترشيح آلية الترشيح كل اسمح لي اسمح لي أستاذ اسمح لي أستاذ خلأ أبين لك حتى أفند لك بالقانون وليس بالمساجلات بالقانون يفتح باب الترشيح ثم يغلق إذا غلق لا يمكن أن يفتح مرة ثانية والمشكلة اللي إحنا بيها الآن لو يسمح بفتح باب الترشيح الجديد أو يسمح القانون أكيد السيد الحلبوسي عنده مرشح بديل ينزل وما يعتمد على السيد المشهداني لكن الرجل صار أمام أمر واقع يا إما العيساوي يا إما المشهداني هو خلاف خلافة شديد مع السيد العيساوي ولذلك نجأ إلى دعم أنا جدا أشكرك سادة محمد الشمر هنا نتلاقي هنا أحنوية صار تلاقي يعني ما كل شيء اتفاق مفتح شكرا سادة محمد الشمر وعندي ضيفة شكرا لحضرتك لا أمام الأمر الواقع وهذا القانون يعني ممتن لحضرتك سادة محمد الشمر شكرا لحضرتك ممتن جدا على هذه التوضيحات أشكرك جدا خليني أروح لسادة راس سادة راس قصة ليست قصة أنه المالكي وكذا المالكي رجال دعم ولا أكثر ولا أقل ولا مدخل ولا كذا هذا التوضيح ما لسادة محمد هذا عندك أو نروح على شيء آخر أهم هس القصة وين رح تروح بها طريقة جماعة مننا رجحين ومننا رجحين لا ذولا حاسمينها ولا ذولا حاسمين شلون يعني أمس شلون ما كانت أكو جرأة حقيقية لإدارة مجلس النواب مثل ما كانت الجرأة لدى السيد الحلبوسي حقيقة يعني هاي يعني ما كانت أكو الشجاعة الكافية للسيد المندلاوي أنه يكمل الجلسة لما كانت لدى الحلبوسي زين يعني عندما اتمرر قانون الوان بوينت سيفن وقانون الانتخابات الاعتراض اللي صار من النواب تم طردهم من الجلسة عن طريق الأمن زين طريقة هاي كلنا اعترضنا عليها وقلنا اعترضنا هذا استهتار وهذا كذا وهذا كذا شو تريد الناس تصير مثله؟ دعني أكمل لا أصير مثل ما طبات بغداد كل شيء طاب ونبطأ السيبس دعني أكمل لك الفكرة سيد المندلاوي كان من المفترض أنه بعد الجولة الثانية يحسم الموضوع مع الكتل السياسية السنية داخل مكتبة في مجلس النواب لا يصير الاستعراض وبرز العضلات بالشواحن وتطويق منصة الرئاسة عن طريق النواب أخي هاي ممثلية هاي هذا ممثل شعب أنا اليوم أنت تحكي بالاستحقاقات والسيد الناب محمد الشمر يقول أنه السيد المالك ما تدخل والمنصب هو منصب الأغلبية السنية طيب أنا الأغلبية السنية تقدم على العين وعالرأس الأغلبية السنية تقدم راح شعلان الكريم انسحب ببيان واضح وصريح منه وبعد انسحابه صارت الاتفاقات والمداولات وبقى أمام الحلبوسي محمود المشهداني وطلال الزوبعي اللي هما بالجولة الأولى ما كانت أكو شيء اسمه صدارة زين بالجولة الثانية انولد الصدارة حزب الصدارة أو تحالف الصدارة وصار الاتفاق ما بين تحالف الصدارة وتحالف تقدم على أنه يكون مرشح تقدم داخل مجلس النواب محمود المشهداني لا تقول لي بمباركة تقدم ومباركة محمد الحلبوسي فقط والدليل أنه من قتلك الموضوعك ومناصب ووزارات لازم ترجع هذا الاتفاق اللي حصلت بين السيد المالك والسيد محمود المشهداني والسيد محمد الحلبوسي فوق رئاسة البرلمان ياخذ مناصب؟ لا رئاسة البرلمان بعد ما يتسنى من منصب محمود المشهداني ما محسوب على تقدم أستاذ محمد والله العظيم ده يقول لك الرجل ده يقول لك أنه أنا استحقاقي أنا عطفت على عزم وعطفت على حسم ومررت الكابينة الوزارية نطيتهم وزارة الدفاع والتربية هاي الوزارتين ترجعلي هاي مجلس النواب الرئاسة راحت مني الوزارتين هاي ترجعلي زين زين بعدها من انخلق أقول لك ساد مخلط هذا استحقاقه استحقاقه على عين وعراس مثل ما قال استحقاقه خليت مر الجلسة وروح كم من استحقاقه لشواب؟ هو العطل الجلسة؟ عندك استجوابه هو العطلها؟ من عطل الجلسة؟ لماذا عطلها؟ من عطل الجلسة استاذ محمد؟ المضارب الصار سني سني وتطويق منصة الرئاسة من قبل نواب تقدم هسا انت كملت واختاريت محمود المشهداني مرشحك وعندك مشكلة انت وابن محافظتك سالم العيساوي والأغلبية العددية داخل مجلس النواب وبسبب قبولك انه تدخل وتصوت وقدمت الأوراق وخليتهم بصندوق الاقتراع باختيارك الرئيس كملت جولتين انت مختارت جولت ثانية لماذا لا تكمل الموضوع؟ شن اللي ياجل داخل مجلس النواب حتى يتفلش الجلسة ما كنت سح الموضوع؟ من تهي الموضوع السالم العيساوي؟ ما كنت سح أمنا والده ورافيا معنا ده ساب الله غير كانوا أربع مرشحين نوصا احنا عدنا كلاسيكو بمجلس النواب ادري سالم العيساوي وشن اللي حقق ما حقق الأغلبية سالم عيساوي؟ استاذ محمد هو لو مضمون محمود المشهداني صير الصار انت لا تسأني نفس بسؤالي لو كان محمود المشهداني مضمون لتقدم ولدولة القانون حراك اللي صار ما سالم العيساوي وطلع في صورة ومقطع فيديوهم خلي رجل وقاعد بكل أريحية مسالم للعملية الديمقراطية التي يتبناها أعظام مجلس النواب بالتصويت على اختيارهم للرئيس مو هذا اللي حصل خيب انت عندك سالم مشه ما مشه سالم وما أخذت استحقاقه بالوزارات أكو عندك أغلبية عددية للمكون السني باتفاقك مع الشركاء الآخرين ضمن بنود الاتفاق مع السيد المالكي تستجوب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير التربية والطحبية وتجيب مرشحك ما توقف ما تخلي المكون السني بهذه المهزلة اللي صار بيها بسبب التصريحات يعني هذه المهزلة صارت بسبب من؟ بسبب الحلبوسي؟ بسبب من كسر الانتخاب بالجولة الثالثة اللي هم نواب تقدم وولي العلم صار جدل بيها النواب تقدم نفسهم أنه عوفوا الموضوع يمشي لا ما عوفوا الموضوع يمشي لأن الظاهر المسيج ما تعبر لكل النواب وطوقت المنصة خلي استاذ مخلي بالنسبة المندلاوي أدار الجلسة بحرفية عالية الرجل يعني كل طاقات قدمها حاول أن يدير الجلسة الجلسة الثانية في البدء كانت جلسة هادئة ورزنة وأدارها بحرفية عالية تقدم لم تطوق منصة الرئيس من حاول أن يهجم على سيد المندلاوي هو سيد أحمد الجبوري فبالتالي من كانوا متواجدين على المنصة هم حماية السيد المندلاوي وبالتالي هناك أحد النواب من تقدم كان موجود على المنصة لكن المشكلة لم يكن في المنصة المشكلة كانت عند جلوس النواب بالتالي الموضوع يجب أن يفهم بصورة حقيقية والواقع السيد الحلبوسي لم يفعوض نهائيا على موضوع وزارة الدفاع والتجارة وزارة تابعة له في موضوع تنصيب السيد المشهداني وهذا الموضوع تم طرقه أمام السيد محمود محمد السوداني والطرف الآخر رفضا بتاتا بأنه أبدا نأخذ الاستحقاق رئاس مجلس النواب وكذلك نأخذ الوزارات وهذا ما حاولوا به كسر إرادة الحلبوسي فبالتالي لا يمكن الذهاب اتجاه الموضوع بهذه العملية السياسية في حالة كسر إرادة حزب يملك أربعين مقعد الأمور تسير حول الجلسة إذا عقدت جلسة الأمور تسير بصالح تقدم هناك اجتماعات ستعقد هناك مفاوضات ستعقد فبالتالي لا تعقد جلسة الانتخاب شخص من غير تقدم شكرا إليك سيد مخلط حازن باحث الشيء السياسي شكرا لسيد ورأس المشهداني السياسي المستقل شكرا أيضا لناب محمد الشمري ناب عن دولة القانون أشكركم سيدنا الكرام في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة